اشتركوا في القناة على زيادة التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء على حساب الموازنة التشغيلية بمقدار 300 مليار دينار لتغطية الأعمال وحسب الآتي أولا 125 مليار دينار لمشروعات اختناقات الخطة الطارئة التي تم إطلاقها استنادا إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لفك اختناقات قطاع التوزيع وتشمل مشاريع حرجة ومغذيات وتأهيل محطات ثانيا 100 مليار دينار لشراء محولات ذاتية قدرة توزيع لقطاعي النقل والتوزيع من وزارة الصناعة والمعادن ثالثا 75 مليار دينار لشراء آليات تخصصية لقطاع التوزيع وحسب الضوابط وافق مجلس الوزراء على ما جاء في كتاب وزارة الداخلية في 30 حزيران 2024 بشأن منح سمات الدخول لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية لمنحهم سمة دخول اعتيادية لمدة شهرين مقابل استيفاء مبلغ 75 دولارا أو ما يعادلها بالدينار العراقي وأن يتم اعتماد الدفع الألكتروني أو الاعتيادي وافق مجلس الوزراء على زيادة رئيس مال الشركة العراقية للخدمات المصرفية بمبلغ 10 مليار 36 مليون 750 ألف دينار محسوباً على حساب احتياطي التوسعات استناداً إلى قانون الشركة العام المرقم 22 لسنة 1997 المعدل وأن تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك ووافق المجلس على إصدار نظام الإجور والغرامات للهيئة البحرية العراقية العليا الذي دققه مجلس الدولة استناداً إلى أحكام الدستور وأحكام قانون الهيئة البحرية العراقية رقم 18 لسنة 2019 وافق مجلس الوزرائي على ما مثبت في كتاب وزارة الثقافة في 1 تموز 2024 بشأن مشروع دار الأوبرا واستثناءه فيما يخص توحيد سندات الملكية العائدة للمشروع ومن شرط الإعلان وفق الوثيقة القياسية ومن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 المعدلة ووافق مجلس الوزرائي على ما جاء في كتاب وزارة الزراعة في 1 تموز 2024 بشأن تجهيز مبيدات تعفير بذور الحنطة والموافقة على التجهيز من خلال العقود المزمعي إبرامها وأن يكون الشحن والتجهيز قبل فتح الاعتماد المستندي استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية إضافة إلى منح الصلاحية للسيد وزير الزراعة لاتباع الأسلوب نفسه لعقود التجهيز المرتبطة بالمواسم الزراعية وحملات دائرة وقاية المزروعات ووافق مجلس الوزرائي على تحمل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية نفقات الإطعام للعاملين والمستلزمات المعيشية والفنية لفرق كيناين وتكاليف مواد الصيانة المتعلقة بأجهزة السونار وفحص الحقائب لمدة شهر واحد استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بشأن ملاك الشركة الأمنية وأقر مجلس الوزرائي الموافقة على توجيه الدعوة المباشرة إلى الشركات الرصينة المتخصصة استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 وبما لا يقل عن 5 إلى 7 شركات عالمية لتنفيذ مشروع الطريق الحولي في محافظة البصرة وللمحافظة صلاحية تقسيم المرحلة الأولى إلى أكثر من عقد وجهة لحجمها الكبير ولإيجاد وسيلة تنافس مهمة للإنجاز أقر مجلس الوزرائي توصية المجلس الوزاري للاقتصاد 24 ألف ومية واثنين وسبعين التي تتضمن الموافقة على محظر اجتماع اللجنة التنسيقية المرافق ربط كتاب وزارة الصناعة والمعادن في 19 آيار 2024 بخصوص استثناء عقود الأسمدة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 ومن تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 و24 و25 بشأن آلية التعاقد بين الشركة العامة للتجهيزات الزراعية والشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية لتجهيز سماد اليوريا وأقر مجلس الوزرائي توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية 24-010 لسنة 2024 المتضمن تخصيص العقارات المذكورة في توصية المجلس رقم 7 لسنة 2021 إلى جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حق منفعة مع إبقاء الرقبة باسم الجهة المالكة على أن تشغل العقارات للغرض الذي خصصت من أجله حصرا وتعديل قراري مجلس الوزراء 239 لسنة 2020 و54 لسنة 2022 من خلال تخصيص الأراضي إلى الجهات الحكومية الشاغلة لها لاستغلالها وفقاً للغرض المخصص لها مع إبقاء رقبتها للجهة المالكة ووافق مجلس الوزرائي على قيام وزارة الخارجية بإيداع وثيقتي التصديق والانضمام إلى اتفاقية حماية الأمومة وبروتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم 2 لسنة 1930 إلى منظمة العمل الدولية وفقاً لأحكام قانون عقد المعاهدات رقم 15 لسنة 2015 وتتولى الوزارة إعداد مذكرتين تتضمن إدراج النص المذكور في كتاب ممثلية العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة تماشياً مع أحكام قانون عقد المعاهدات وتخويل السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التوقيع على تحديد المدة الزمنية الدنيا لإجازة الأمومة وفقاً لما جاء في كتاب ممثليتنا لدى الأمم المتحدة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وضمن نحج مجلس الوزراء في العمل على تعزيز دور النقابات والاتحادات والتعاون معها أقر مجلس الوزراء ورقة عمل نقابة الجيولوجين العراقيين المقدمة والمقترحات المثبتة بكتابها في 23 حزيران 2024 حسب الآتي أولاً تخصيص منحة سنوية بمقدار 150 مليون دينار إلى نقابة الجيولوجين العراقيين لدفع أجور موظفي ونشاطات مكتب الأمانة العامة لاتحاد الجيولوجيين العرب ثانياً تتولى وزارة المالية تمليك النقابة المذكورة لأغراض فروعها في المحافظات كافة قطع أراضٍ لإقامة مقرات لها على وفق أحكام قانون تمليك العرصات رقم ثلاثة لسنة 1960 المعدل ثالثاً إضافة نقابة الجيولوجيين إلى عضوية مجلس البناء العراقي ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص بتشكيل لجنة بين وزارة النفط ونقابة الجيولوجيين تتولى دراسة الإجراءات المنصوص عليها في قانون النقابة رقم 197 لسنة 1968 والتي تتطلب موافقة وزارة النفط كما وجه سيادته أن تتولى وزارة الداخلية أخذ الإجراءات اللازمة للسماح بقبول خريجي الأقسام الجيولوجية في دورات معهد التطوير الأمني والإداري وأن تتولى البلديات في المحافظات كافة تخصيص أراضي إلى الموظفين الجيولوجيين بالتنسيق مع النقابة على وفق الأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 وأن تتولى الوزارات وجهات غير المرتبطة بوزارة كافة إشراك المكاتب الجيولوجية الاستشارية عند إجراءات اختبارات الالتزام بالمواصفات والفحوصات الجيولوجية والجيوهندسية عند اختيار المواقع لبناء المساكن والأبراج السكنية والبنى التحتية وأقر مجلس الوزرائي توصيات لجنة وضع ضوابط وآليات منح إجازات إنشاء المختبرات الإنشائية واعتمادها ومراقبتها مع تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك بحسب الآتي أولاً اعتماد آلية منح الإجازات وآلية المراقبة الواردة في التقرير المعدل للجنة وتكون نقابة المهندسين العراقية مخولة بمنح إجازات المختبرات ثانياً إلزام مؤسسات الدولة كافة بعدم توجيه إدارات المشروعات الواقعة ضمن إدارتها بإجراء الفحص في مختبرات معينة حكومية أو أهلية دون أخرى خصوصاً إذا كانوا مستوفين شروط التأسيس والممارسة وشهادة الاعتماد عملاً بقانون منافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 ثالثاً إلزام دوائر المهندس المقيم كافة والمختبرات والجهات المنفذة بوجوب النمذج بصورة مشتركة رابعاً إعداد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة دراسة لوضع آلية لأعمال السيطرة النوعية على المشروعات الإنشائية قيد التنفيذ خامساً تحمل الجهات ذات العلاقة مسؤوليتها في حماية المستهلك من خلال السيطرة على مقالع المواد الإنشائية كافة وإلزام مصانع المواد الإنشائية وأصحاب المقالع بتسويق المنتجات مطابقة للمواصفات من خلال تزويد المستهلك بما يضمن مطابقة المادة المجهزة لمواصفات المادة الإنشائية مع ضرورة تعزيز قدرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للقيام بمهامه في هذا المجال وفي مجال متابعة المشاريع المتلكئة ومشاريع البنى التحتية أقر مجلس الوزراء ما يأتي أولاً زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء مجسرات عدد اثنين في بغداد وشموله بقرار مجلس الوزراء المرقم 23 ألف وسبع عشر لسنة 2023 لمعالجة التعارضات التي تواجه التنفيذ عبر لجنة من الوزارات ذات العلاقة وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد ثانياً زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع إنشاء مستشفى عام سعة 100 سرير في ناحية القرمة محافظة الأنبار إنشاء وتجهيز وتأثيث ثالثاً زيادة الكلفة الكلية لمكون التعداد العام للسكان والمساكن وزيادة الكلفة الكلية لمشروع المسوحات الإحصائية وتأمين مبالغ التخصيصات السنوية للمشروع من تخصيصات وزارة التخطيط لعام ألفين وأربعة وعشرين شكراً